السلام عليكم ازايكم عاملين ايه معاكم كريمة علي النهاردة هنعمل لكم الحمام الكذاب معانا ثلاث وراكم الفراخ مخليين من العضم وفيهم الجلد بتاعهم اهم حاجة يكون الجلد بتاعهم موجود فيهم لان الجلد ده بيحافظ على التروة بتاع الفراخ هنتدبيلهم كويس قوي معلقة صغيرة من كل حاجة مالح وفلفل قصمر وصبع بهرات وشوية قرفة هنخلط التدبيلة دي مع الفراخ كويس جدا وندخلها كده تحت الجلد عشان تشرب التدبيلة هنسيب الوراك دي على جنب ونحضر خلطة الحشوة في حل صغير على النار هنحط فيها معلقتين زيت وعليهم بصلة مفرومة هنقلبها شوية لحد ما تتبل كده ثم ننزل عليها بالرز حسب الكمية اللي عندك من الوراك ونحط عليها ربع معلقة صغيرة من نفس التوابل اللي فاتت الملح والفلفل قصمر والسبع البهرات وقرفة ونقلبهم كويس مع بعض ونضيف المية السخنة على الرز انا مش عايز المية تبقى كتير على الرز مش عايز الرز يستوي قوي انا عايزها نص سوى خلاص كده المية يضب مغطية الرز هنغط الحلة ونسيب الرز شوية لغات لما يستوي هنجيب صنية نحط فيها بطاطس حلقات وبصل حلقات وفلفل الوان حلقات ونرش عليهم من نفس التوابل خلاص هنا الرز استوي ده السوى اللي انا عايزها في الرز مش مستوي قوي عايزها نفلفل كده لازم نستنى عليه ما يبرد شوية ما ينفعش نحطه على الفراخ كده لازم نستنى عليه ما يهدى شوية هنجيب ورق الفراخ بعد ما عادت في التدبيلة ساعتين او بايدة في التلاجة من بالليل هنحط في كل ورج مع لقتين كبار من الرز وندخلها جوا الدبوس كده انا هنا تلاقيتها محتاجة معلقة رز كمان هبتدي بقى لفها حاول ما تقطريتش الرز علشان تعرفت لفيها كويس تجيبي كل الجلد اللي طالع برا دوا تقفلي بيه الورك كويس علشان ما يفكش منك بعد كده حاول تلف فيها كويس جدا واي زيادات حاول تدخليها جوا شايفين ما تقفل شكله عامل ازاي؟ وهنجيب الورك الثاني والثالث ونحشي برضه بنفس الطريقة أهم حاجة تقفله كويس جدا علحشوة و لو حاجة وقت للطبق عادي جدا نشلها ونرميها و ده اخر واحد معنا هنعمله برضو بنفس الطريقة قفل كويس جدا على الحشو يا جماعة عشان ما تفكش منكو بعد كده هنجيب الصينية اللي كان فيها البطاطس والبصل حلقات ونرس وراك الفراخ ونخلي الجهة المفتوحة لتحت هنجيب نص كبات مية بس ونحطها على الصينية ونغطها بعد كده بالفويل ونحطها على البتجاز من فوق عشر ضيق بس أول ما تقلي نقفل عليها وندخلها الفرن اللي احنا مسخنينه قبل كده على درجة حرارة مية وتمانين ونخليها على الرف الوسطاني في الفرن هتقعد في الفرن ساعة تقريبا اخر ربع ساعة هنشيل الفويل وندهنها كده بقطشة بولمون ومعلقتين زيت وبعد ما دهنناها كويس هندخلها الفرن تاني هنفتح عليها الشوية لغات لما تاخد اللون المطلوب اللي انت عايزها هتجيب طبق كبير متغرفي فيه الرز بالشعرية اللي احنا عملناها جنبها ويا سلام على شكلها بعد ما طلعت فعلا عاملة زي الحمام عشان كده سمنا الحمام الكداب ايه رأيكو في شكلها؟ هفتح لكو واحدة من جوه عشان تشوفوا الرز والحشوة بتاعته الداهية مستوية ومفلفلة وحلوة من جوه وطعمها وراحتها تحفة ودي كانت اكلتنا النهاردة لو عجبتك الاكلة وعجبك الفيديو ما تنسيش تشترك في القناة وتفعلوا الجرس وتشارروا لكل اصحابكو وتقولوا لي رأيكو رأيكو اهمني جدا اشتركوا في القناة